اشتركوا في القناة بمعنى القياسات او الابعاد شايفين هنا في عربية كبيرة في مجموعة من السنديق وراجل دواقف محتار جدا والتاني اعلى عمالي اس الابعاد بتاعت السيارة فيقول ايه The total volume Volume يعني الحجم الحجم الكلي The total volume of these boxes الحجم الكلي لهذه السنديق is 15 cubic meters 15 يعني 15 cubic meters يعني متر مكعب cubic meters but the van السيارة دي الكبيرة كده اسمها van but the van is only 2 by 2 by 3 meters 2 by 2 by 3 يعني 2 by 2 by 3 2 by 2 by 4 3 by 12 meters that is 12 cubic meters ده كده هيبقى 12 متر مكعب in volume طبعا عمليا صعبة جدا دول 15 والعربية كان 12 متر مكعب النماء اللي انا عايزك تركز عليه هو cubic meters وكلمة volume وكلمة volume ودلوقتي معدنا مع exercise 2 exercise 2 بيقول لي study and practice this احنا في صفحة كام ياولاد احنا في صفحة 45 45 يا مستر 45 study and practice this write it like this say it like this يعني اكتبها كده وانطقها كده اكتبها بالشكل ده كده و say it like this write it like this four meters five meters by five meters by six meters لما اقرأها انا كتبتها كده خلاص بالشكل ده كده كده حاصل ضرب ها ترفع عرض في ارتفاع حاصل ضرب فحقول ايه four meters اقولها four meters كلمة by يعني في by five meters by six meters تمام او اقولها four by five five by six meters four by five by six meters التلات ارقام دولة متضرب بعد انا بتكلم على ايه volume حجم حجم الاريا المساحة طول في عرض بس area twenty meters square square تمام 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 تحديث عندما تأتي لك في امتحان آخر السنة وفي آخر الشهر تعرف أنه تتنطق كده كذلك 60 cubic meters in volume ودلوقتي ما عدنا مع exercise 3 وهو آخر حاجة في الدرس الأول اللي هنأخذه النهاردة هو practice this يعني تدرب على هذا اللي هو إيه بقى read out the dimensions اقرأ الأبعاد then state the length قرار length اللي هو الطول الطول يتعامل بإيه؟ ببعد واحد ببعد واحد طول الحجرة دي 2 meters والarea ببعدين في بعض الطول في عرض والvolume ثلاثة في بعض طول في عرض في ارتفاع لازم تركز كده حاجة لزرعة طول الحجرة حاجة لزرعة حاجة لزرعة ببعد واحد الarea ببعدين مدربين في بعض الثلاثة في بعض حاجة لزرعة ثلاثة أبعاد حاجة لزرعة بدلا ما اقول 2 متر هنقول ايه 5 مليمتر that's the length of 5 مليمتر من تاني متر كمان بعد واحد اهو هنا هو 1 سنتيمتر هنقول ايه 1 سنتيمتر 1 سنتيمتر منحطش الاس بقى تمام that's a length of 1 سنتيمتر سنتيمتر يبقى ده كله البعد الواحد طب البعدين يا مستر كل بعدين انت هتعملهم مع بعض زي ايه زي بي البعد ده هيبقى 2 by 3 meters 2 by 3 meters 2 by 3 meters that's an area that's an area دي مساحة of 6 square meters تدينا 6 متر تربية 6 متر تربية that's an area of 6 square meters طيب التلات ارقام اتنين في دولة افربعة يبقى هو 2 by 3 by 4 meters that's a volume that's a volume of 24 cubic meters ده حجم اربعة وعشرين متر مكعم ده هو حلل التلاتة دول وعليك بقى انت تحلل ايه الستة اللي بقيين بنفس النظام اللي هو في بعد واحد هيبقى الانثة بعدين مدروبين في بعض يبقى area تمام تلاتة ابعاد مدروبين في بعض هيبقى volume طب كده ينتهي الدرس الاول شكرا وإلى اللقاء